بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف القلق والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله واصحابه أجمعين الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم أحمده سبحانه وحمد الذاكرين الشاكرين وأصلي وأسلم عن المبوث رحمة للعالمين ومحجة للسالكين وطريقا للمجاهدين المحتدين محمد بن عبد الله وعلى آله واصحابه أجمعين وبعد طلب الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طبعا في البداية هذه ستكون حصة لمراجعة الامتحان الشهر الثاني مادة الامتحان فبالبداية أتمنى أنكم تعذروني على أي تقصير وبالنسبة إلى صوت المبحوح فدعونا بالشفاء العاجل الله يرضى أنكم طيب رح نتناول في هذه الحصة شرح إلى الوحدة الثانية والثالثة من مادة المهارات والوحدة الثانية والثالثة من مادة القواعد يعني عندك ما إنه واخواتها وعندك كان واخواتها في مادة القواعد وعندك الحمام والثعلب ومالك الحزين وما يليها من الدروس اللي هي قصيدة في معان توقف على أهم الأجزئيات وهم الأمور اللي ممكن إنها تجيك نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم نبدأ بمادة القواء المهارات نظرا لخفتها ولسهولة تحصيل العلامات منها بالبداية أستاذ الكريم النص بأنوان الحمام والثعلب ومالك الحزين هذه لن تكون حصة شرح يعني أنا مش مطلوب مني أني أشرح لك الدرس إنما المطلوب مني أني أوضح لك أهم الأمور طلع لي تقرأ الدرس تحفظ المفردات المعاني التراكيب يعني زعم رأس نخلة وذاهبة وتشرع تعجز إرقى إلي يعني يصعد إلي دهيت به افرق منح أخف منح وبتفهم في القصة تمام يعني وين العقدة بالموضوع وين أيش الشخصيات ما هي الشخصيات أهم الشخصيات الرئيسية شخصيات ثانوية الحل كيف الحل كان إلى آخره من الأمور الأفكار الرئيسية في النص اللي هي عدم استخدام القوة التي منحنا الله إياها في طريق الشرق كما فعل الثالب الثالب كان داهي مكار يستخدم أصل الذكاء الذي أعطاه الله إياه في ماذا في ذال آخرين وتقديم النصيحة ما العمل بها ولا تكن كمالك الحزين كي لا تصاب بالحزن طيب والتعامل بحرص مع الناس خاصة أصحاب الشرور يعني لا يغرنك من أدو دمعه ورحم شبابك ترحم أو إلى آخر الأبيات أنه ما تنغرر يا أستاذ الكريم بماذا بالدمع أو بالكلام المعصول بين القوسين طيب تحليل القصة إلى عناصرها الآن القصة إلىها عناصر ألا وهي الشخص المكان الزمان الأحداث والعقدة والشيء الأخير ألا وهو الحل طيب الآن الشخص اللي هي الثالب الحمامة مالك الحزين المكان وين هذا المكان كان وينما كان القصة يا أستاذ الكريم كان في الغابة والنخلة والنهرة تحديدا الزمان زمان وهمي في قديم الزمان الأحداث يعني ترتيب الأحداث الرئيسية بين قوسين أن هذا ملخص للقصة يعني حمامة بطولية بالثالب الماكر بعدين يعلم مالك الحزين الحمامة ما الذي تفعله وتطبق الحمامة ما قاله مالك الحزين ثم بعد ذلك يعرف الثالب من علم الحمامة الحل ويقوم بقتله ثم عندما تتأزم العقدة يعني تأزم وذروة التأزم اللي هو عندما لا يستطيع الثالب التحكم بالحمامة واخذ الفراخ ثم الحل أي ذهاب الثالب والقضاء لمالك الحزين وهذه النهاية بإمكانك أن تتغير على الحل بإمكانك أن يحط نهاية أخرى نعم يعني هذا ليس قرآنا أني أحرفه مثلا طيب نيجي إلى التمارين والتدريبات جملة فعالية ممكن نيجيك الاستخراجات إذا جاء لك بنص الثالب ملك الحزين مثل ممكن أو تسعين بالمئة واحتجيك هذه الاستخراجات جملة فعالية ماضوية يعني فعلها ماضي ضمير رفع منفصل ضمير رفع هو وهي ونحن إلى آخره ضمير رفع منفصل مفرد يعني إما هو وإما أيش ضمير متكلم أنا طب مثنى اللي يدل على اثنين رجلان طالبان معلمان إلى آخره أسلوب استفهام اللي هو يعني يبدأ إما بالهمزة أو هل أو إنه قد يكون من علمك هذا أو 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 إلى آخره طيب فعال ماضي ناقص اللي هو مثل يا شو ساذي كان واخواتها أسلوب النداء يا يا أو الهمزة التي تكون للنداء مثل أمعان يا بلد الجمالي والآن نتكلم عنها ظرف زمان اللي هي فوقها تحتها بينها لكن كيف بعرف إنه ظرف زمان مش مكان حسب ما بعده يعني لو قلت بعد البيت هذه تكون البيت مكان بينما لو قلت بعد العصري بعد العصري تكون العصر إيش زمان يا أستاذ الكريم طيب أسلوب قسم أسلوب قسم اللي هي لعمري أو لعمرك إلى آخره من الأسخر طيب أسئلة إثرائية يعني هذه نتعلم المعهف الحصص المصورة للطلبة يعني ليس من الضروري أن نتكلم بها هنا طيب ممكن يجي لك سؤال اضبط كلمة بالعياني أغلبنا بقراءها العياني وأنا أيضا كنت وقرأت بها وقرأتها العياني لكن عندما دقت بالنظر رأيتها بالكسر فهذا من الطبيعية يا أستاذ الكريم الله يرضى عنك المطلوب تحفظ لي الصور الفنية حياة الشاعر أو نبذة عن الشاعر طيب مطلوب منك من هو قائل القصيدة مهم قائل القصيدة والمناسبة يعني لماذا قال القصيدة إثر رحلة لأمير رب الله طيب من هو قائل هذه القصيدة عبد المنعم الرفاعي احفظه يا أستاذ الكريم واحفظ لك كم من معلومة عنه الفكرة العامة للقصيدة قال قصيدته إثر رحلة الأمير عبد الله بن حسين إلى مدينة طيب شرح الأبيات موجود يا أستاذ الكريم في الجسية اللي بده يتواصل معي أو يرسلي على رقم الهاتف طيب ننتقل إلى يا أستاذ الكريم الأساليب التركيب اللغوية اللي وين اللي في قصيدة يا معان عندي المثال أمعان ويا واحة الصحراء هذه الأساليب تسمى أساليب ندى طيب إني جهلتك بالأياني أستاذي إني أينما رأيتها أعرف أنها أسلوب توكيد أسلوب أسلوب توكيد طيب أشرف منبت أعز سيف أكبر طالب أشتر معلم وإلى آخره هذه أساليب ماذا؟ أساليب تفضيل عندما أقول أنا أفضل الطلاب يعني أنا فضلت هذا الطالب على باقي أيش الطلبة يعني الطلاب في منهم ممتازين وهيك لكن هذا أفضلهم فهذا هو يا أستاذ الكريم أسلوب التفضيل طيب حدد الفعل والفعل في الأمثلة أفضى هو الفعل صح؟ من الذي أفضى أفضى لي التاريخه فإذا التاريخ هي الفاعل طيب اللام يا أستاذي والياء لام حجر والياء اسم مجرور ضمير طيب عنك كمان نفس الإشي صورتك لي الليالي صور الفعل الكاف إذا اتصل بالفعل يعرف أنه ضمير نصد يعني مفعول به الليالي من الذي صورك يا مدينة معان الليالي فإذا الليالي هي الفاعل طيب الليالي الفاعل الفاعل يكون مرفوح وين هالرفعون وين علامة الرفع الضمة المقدرة منع من ظهورها الثقل طيب علو تي كل منارة علو تي التاء هي الفاعل الضمير المتصل لأنه نمت على المدينة معان لعلعت فيه العوالي من التي لعلعت وارتفعت العوالي طيب ارجع إلى القصيدة والسنتج الفرق بين أمس والأمس إذا عرفت نكرت وإذا نكرت عرفت وشرحناها وقلنا عنها يا أستاذ الكريم أبواب السعادة هذه الوحدة الرابعة ننتقل الآن إلى مادة القواعد ألا وهي المادة بين القوسين التي يتم التركيز عليها طيب كان واخواتها أستاذ الكريم أنا أعرف أن كان واخواتها تدخل على الجملة الاسمية فتبقي المبتدى مرفوعا وتنصب الخبر إذن هي فعال ناقصة ناسخة إذا جاءك في الامتهاء نوضح ما المقصود بناقصة أي أنها دلت على زمن ولم تدل على حدث عندما أقول لك مثلا درس الطالب درس ما دلالتها دلت على زمن ماضي ودلت على حدث الدراسة طيب كان كان ماذا دلت دلت فقط على الزمن الماضي لم تدل على أي من الأحداث مطلقا فلذلك سميت ناقصة طب ناسخة ناسخة قلنا أن النسخ هو التغيير في المصطلحات العلمية والمصطلحات علم اللغة العربية يعد من العلوم الشرعية في العلوم الشرعية النسخ يعد ماذا التغيير الله في القرآن الكريم يقول ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها أي ما نلغي حكم آية نأتي بغير منها يا أستاذ الكريم عرفنا ما معنى أفعال ناسخة وأفعال ناقصة طيب تدخل على الجملة الاسمية تبقي القبر تبقي المبتدى مرفوعا وتنصب الخبر طيب الآن أنا بأعرف الجملة الاسمية بتتكون من مبتدى وخبر المبتدى عندي إله أشكال والخبر عندي إله أيضا أشكال يلا إذا فهمت الجملة الاسمية بستطيع بكل بساطة أني أفهم الجملة كأنا وأخوات بدي تحدد مبتدى والخبر ونوعه طيب بعد مراجعتك قم بحل التمرين نوعه عن الاسم اللي هي المبتدى العالم ما له العالم ما به كي أعرف الخبر أقوم بالسؤال ما به العالم قرية صغيرة فإذا المبتدى العالم والخبر قرية إيش نوعه اسم ظاهر طيب القدس أسوارها مرتفع هنا الخبر أتى جملة اسمية جملة إيش اسمية طيب غزة في قلوبنا هنا المبتدى اسم طيب في قلوبنا إيش نوعه الخبر هنا شبه جملة شبه جملة إيش جار ومجور غزة فوق العالم فإذا هنا أيضا شبه جملة اللي هي الظرفية غزة تحارب العالم غزة مالها إيش اللي خبرتوا عنها أنها تحارب العالم فإذا تحارب العالم الجملة الفعلية كاملة في محل إيش رفع خبر للمبتدأ طيب في غزة الرجال هنا تقدم الخبر لأن المبتدأ نكرة والخبر شبه جملة جار ومجهور طيب شايف هذا الكلام هو نفسه اللي بيصير في المبتدأ والخبر فقط في كان وخواتها أو إن وخواتها يعني إذا دخلت إن وخواتها على الجملة إذا دخلت كان عفوا وخواتها على الجملة نفس الأحكام تأتي المبتدأ ونفس الأحكام تأتي الخبر فقط انه بتخليه للمبتدأ افضل بتخليه للمبتدأ مرفوع نسمه وبتخير على ايش? على الخبر. طيب هذي برض لبيت شارية من منظومة متن الات جرومية. مساعدك على حفوظ القاعدة. طبعا الطلاب المدرسة حفظوها وصاروا يغنوها دائما ورفعوا كل اسمه ونسموك الخبر بهذه الافعال حكم معتبر. ايش هذه الافعال? كان وامس ظل باتها اصبحها اضحى وصار ليس مع ما برحة. ما زال من فكه وما فتي اما داما ومي منها تصرف وحكمه. الى اخره. الاسم هنا المبتدأ. الخبر خبر مبتدأ الاصلي. طيب هذا هو شرح كان واخباتها يا سيد الكريم. احكينا عنه. معاني كان واخباتها. يلا كان للتوقيت المطلق. يعني الان انا بجي بحكي لك. كان الله غفورا رحيمة. يعني الله عز وجل كان غفورا رحيم في الماضي. والان ليس غفورا ولا رحيم. وفي المستقبل لن يكون غفورا رحيما. ولا ياذ بالله. وحاشا لله وتعالى الله عن الكلام الذي قلته. لكن هي للتوقيت المطلق في الماضي والحاضر والمستقبل. اصبح وامسا للدخول في وقت الصباح والمساء. صار للتحول. صار الماء ثلجا. تحول الماء من ايش؟ من الماء من السائل الى ماذا؟ الجامد. وهو الثلج. ما فتها ما برح من فتها وما زال تدل على استمرارية ملازمة الخبر للمبتدأ. ما زالت المقاومة تدك العدو. المبتدأ المقاومة وتدك العدو يا الخبر. مستمر المقاومة بدك العدو. هذه ملازمة تامة يا سيد الكريم. وظل الاستمرار. اضحى الدخول في وقت الضحى. وبات التوقيت طوال الليل. وليس للنفي. طيب. المعاني اعتقد انها سهلة. ولا تحتاج الى اي شيء اخر. يلا. عين الفعل الناس اخوة اسمه وخبره وماذا افد. انا بدي احلم معكم مثال. يلا واصبح فؤاد ام موسى فارغة. طيب. عندما القت ام موسى سيدنا موسى في في اليم. اصبح فؤادها فارغة. ما ضل في شيء. تمام? الان اصبح هو الفعل النقص. صح? الفعل الناسخ. اللي هو ايش? اصبح. فؤاده ام موسى فارغة. عندما تم المعنى بيكون هو ايش? الخبر. وثاني شيء انه هذا هو الخبر انه منصوب. ولا يوجد اي اسم منصوب هنا. فؤاد اللي هي اسمها وخفارغا اللي هي الخبر يا اسادي. اصبح الدخول والتحول يا اسادي الكريمة. دخول في وقت الصباح. طيب. ليست البلاد ضعيفة. هنا ليست البلاد ضعيفة. ان احسن ضعيفة ان احسن استغلال مواردها. ليست هنا يا اسادي للنفي. طيب. سؤال الثالث. عين الفعل الناسخ واسمه وخبره ونوع اسم الناسخ. الان ايش انواع المبتداء? هي نفس انواع اسم الناسخ. اللي هي الاسم. اسم الاشارة. اسم الموصول. ضمير المتصل. ضمير المتصل. ضمير المستتر. كن واثقا. من فكل عبده. اللي هي الاسم الظاهر. ما زالت غزته تقاوم. اللي هي الاسم الظاهر. طيب. انواع القبر اللي هي الجملة الاسمية والفعلية والى الاخرية. طيب. اذا بدأت الجملة بحرف جر فاعلم انه قد حصل تقديم للخبر وتأخير للمبتدى. يعني جملة في البيت الرجال. انا هنا بعرف انه حصل تقديم وتأخير. ايش التقديم اللي حصل? اصل الكلام رجال في البيت. لكن اللغة العربية لا تبدأ بنكرة. كيف اريد ان نقبل النكرة? فانا قدمت الخبر وجوبا. فاصبحت في البيت رجال يا سيد الكريم. طيب شو اعرف في البيت? حرج الرئيس المجهور. وشبه الجملة? في محل رفع خبر مقدم. طيب. ورجال مبتدى مؤخر مرفوع. طيب. في خلق السماوات والارض. عبرة انا الان بدأت الجملة في جرمة جرور. او شبه جملة ظرفية. طيب يا سادي الكريم. ننتقل الى التمارين. طيب. هنا يلا يلا حل هذا التمرين شامل. بدي الفعل الناسخ اسمه خبره ونواة الخبر. على السريع قبل ما نبدأ بالفعل الناسخ. يلا عندي انواع المبتدأ قد تكون اسم. ظاهر. قد تكون هاي اشهاي انواع المبتدأ. اسم ظاهر. اسم اشارة. اسم موصول. طيب. هاي انواع المبتدأ. طيب الى اخري. صور الخبر. يلا. المفرد. الاسم المفرد. المفرد هنا يعني انه غير جملة. وغير شبه الجملة. طيب. الجملة. بشقيها. العسمية. والفعلية. وشبه. الجملة. جار ومجرور. ويش. والظرفية. طيب. هذا هو باختصار. اذا دخلت كان وخباتها وانا وخباتها بخلي المبتدأ مرفوع. وبنصب القبر. طيب. نيجي ننتقل. نكمل التمرين هنا. يلا. كان العالم قرية صغيرة. كان الناسخ اسمه قرية. هذه الجملة الطبيعية. طيب. كانت القدس. هاي الفعل الناسخ. اسمها. اسوارها مرتفعة. الان هنا بدأ لدي جملة اسمية جديدة. مبتدأ. مضاب اليه. خبر للمبتدأ. هذا اللي هي اسوار. والجملة الاسمية في محل ايش؟ نصب خبر. كان. ما زالت غزة تحارب العالم. غزة اسم ما زالة تحارب العالم. الجملة الفعلية في محل نصب خبر ما زالت. تمام؟ وكذلك باقي التمرين. ننتقل الى يا سادة الكريم. الى حل التمرين. طبعا هذه حل التمرين كاملة. ننتقل الى جملة ان واخواتها. طيب ان واخواتها. نجي نشوفها. يلا. هذه بعض الابيات الشهرية من منظومة متنة الاجرومية تساعدك على حفظ القاعدة. مع حفظ الافعال الناقصة. مع حفظ الحروف الناسخة. نعملها الناسخة من فوق. الحروف الناسخة. طيب. يقول طبعا هذه الابيات الشهرية ضمت لي ماذا الافعال الناسخة او الحروف الناسخة في كان او ان وضمت لي العمل. يعني ما التأثير. يقول ابن عمل كان عكسه لان لكن ليت ولعل وكأن. تقول ان مالكا لعالم ومثله ليت الحبيب قادم. اكد بان ان شبه بكأن لكن يا صاحل الاستدراك عن وللتمني ليت عندهم حصل وللتوقع وللترجي والتوقع لعل. الان عمل كان عكسه عكس عمل كان ان وان ولكن وليت ولعل وكأن. هذه الحروف لو حفظت هذا الابيات الشهرية حفظت جميع ايش. الحروف الناسخة. طيب تقول مثل يعني مثال على ذلك ان مالكا لعالمه. وكمان مثال ليت الحبيب قادمه حكيانا. شو قصة ليت الحبيب قادمه. طيب اكد يلا هو انا بدأ بماذا بالمعاني. معاني الحروف. اكد بانا ان شبه بكأن. لكن يا صاحل الاستدراكي عن الاستدراكي عن قول سابق. وللتمني ليت عندهم حصل وللترجي والتوقع لعل. طيب انها اخوات حروف ناسخة تدخل على الجملة الاسمية وتنسخ حكمها العرابي. طيب تعمل العكس كانت. كانت تخلي المبتدى مرفوع تنصب الخبر. طيب هون بتعمل العكس. فتنصب مغير معنى ناسخ اي مغير للحكم. احدث حكما جديدا. طورب هذه الحروف حرف ناسخ مبني عن الفتحة يفيد الاستدراك يفيد الترجي يفيد التوقيت الاخرية. اي ضمير يتصل بانا واخواتها يكون اسما لها. وكذلك كان واخواتها. ان وانا حروف ناسخة بينما ان. او ان حرف يفيد الشرط ولا علاقة له بدرسنا. يعني ان تنصروا الله ينصركم. علاقة له علاقة لا. هذه اللي انها علاقة. ان وانا. تمام? ان تأتي في اول كلام وسطه بينما ان لا تأتي الا وسط الكلام. في وسط الكلام. طيب مثال. معاني ان واخواتها بنحله. التمارين. تمارين والتدريبات. يلا. ان احمد ان احمد نشيط. و الى اخره يا سيد الكريم. من التمارين موجودة. لكن بدنا نجي نشوف صور الخبر. في ان واخواتها. صور الخبر. في ان واخواتها نفسها. و ذاتها. صور الخبر في كان واخواتها. المفرد. ان الله غفور رحيم. ليت الامة متحدة. الجملة الاسمية مثل. ان الله ينتقم من المجرمين. طيب. ان المعلم. ان المعلمة. يحب طلبته. فاذا يحب طلابه. طلبته. هي الجملة الفعلية كاملة. في محل. بعرب. فالمضارم مرفوض. طلاب مفهول به. في محل. رفع ولا نصب. اه اسم ان منصوب. فاذا. الجملة كاملة ستكون في محل. رفع. ايش. خبر. ان. طيب. شبه جملة جاد ومجرم. ان غزة فوق العالم. هذه شبه الجملة بعرب الظرف. وبعرب المضاف اليها. وبحكي شبه الجملة. في محل. ايش. هي اسمها. اسمها منصوب بحكي. محل رفع. خبر. ان. طيب. ان كل شيء بامر الله. بامر الله. حرف جر اسم مجرم. شبه الجملة. من الجر المجرم في محل الى اخره من الامور. هذه هي اهم الامور يا سادة الكريم. طيب. تبقى قضية الكف عن العمل. او تقدم التأخير. بقول لك المثال. قد يتقدم الخبر على اسم ان فيه. اذا كان المبتدأ نكرا والخبر شبه جملة. نفس الامور. في الجملة الاسمية. وفي كان وخوتها. ان في غزة الرجال. الان. ان ناصب. في غزة الرجال. رجاء. ان في غزة. طيب ان اسمها. وان بده يكون. لهو المبتدأ. مش بتدخل على الجملة الاسمية. يعني بتدخل على المبتدأ. المبتدأ بتكون ايش? منصوب. طيب عندي المبتدأ اتأخر الان لانه نكرا. والفي وحرف الجر والاسم المجرور تقدم. فان في غزة رجالا. تمام? طيب. صحيح. طيب. ان في خلق السماوات ايات للمؤمنين. اه. ان في خلق السماوات ايات للمؤمنين. لماذا قلت هنا ايات؟ لانها جمع مؤنث سالم. وديكم منصوب. لان اسم انه. هون في خلق السماوات. هنا يا استاذي تقدم الخبر. فبحكي انا انه خبر مقدم. هذه طبعا نحسك مراجعة. ما لحنا نتفصل في التمارين. وهذه اعتقد مرة الثالثة بعيد هذه الجزئية. في ملاحظة اذا دخلت مال كافة. على انه واحدة اخواتيها فانها تقفها للعمل. يعني. مش هسعينها وخباتها وكانها وخباتها بتدخل الجملة الاسمية. تمام? تمام. اذا دخلت قلت كأنما. انما. هذه المال. خلص صارت مكفوفة عن العمل. يعني ما لها اي عمل. بعرب جملة اسمية او جملة فالية حسب ما هي دخلت. طيب. انما اليهود اعداؤنا. انا هون خلص. مكفوفة عن العمل. مال كافة. حرف توكيد مكفوف. اليهود مبتدأ اعداؤنا خبر. انما الشهداء في الجنة. الشهداء في الجنة. مبتدأ. وخبر. انما الرجال بالمرصاد. مبتدأ. وخبر. انما الانسان اثار. مبتدأ. وخبر. تمام شباب. الله يرضى عنك. يفتحها بجاق. هذه ايه في القرآن الكريم في سورة البقرة. يقولها سبحانه وتعالى. طبعا قبل ما اقرأها. الان. هذه الاية. انا تكلمت لك في بداية الهصادة. شفت. حرف جر. اسم مجرور. في بداية الجملة الاسمية. بعرف انه في تقديم تأخير. فهذه الاية اللي بحلها بكون مستوى عال جدا. تمام. يكون مستواه عاليا جدا. يقولها سبحانه وتعالى. ان في خلق السماوات والارض. واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس. وما انزل الله من السماء من ماء. وما انزل الله من السماء من ماء. فاحيى به الارض بعد موتها. وفث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسقر بين السماء والارض. لآيات لقوم يعقلون. يلا يسادي. شايف كل هذه. انا. ان في خلقي. صراح. هذا عرفت انه خبر مقدم. طيب. ممتاز. انا عرفت انه انه اذا اجي وراها حرف جر اسم مجرور باره في انه خبر تقدم. هاي في خلق السماوات مضافة لحرف عطف اسم عطوف. واختلاف الليل والنهار اسم عطوف الى اخرين. والفلك اللي تجري في البحر بما يفعل كله قاعد بيعطف وبجيب لي تراكيب جديدة. وين تم المعنى? لآيات. اللام هاي اللي بنحكي لها اللام الابتداء التي تزح اللام الابتداء. صح? لآيات اللي هي اسم انه منصوب. وعلامة نصبه اللي هي ايش? الكسر. لماذا? لانه جمع مؤنث سالم. اعتقد الى هون يا سادة الكريم. تبقى لديك اجابات تبرين الكتاب. ولم يتبقى لدينا شيء او جزئية الا وقلناها. طب. نعيد الكرة لمن لم لم تصله اي من الصور. الان انا عندي بشكل سريع يعني بشبه ملخص للدرس. عندي الجملة الاسمية. تتكون الجملة الاسمية. تنقسم الى مبتدع. تنقسم الى خبر. العين وراسي. المبتدع حكمه الرفع. والخبر حكمه الرفع. ممتاز. اذا دخلت كان. واخواتها. بظل مبتدع مرفوع. بيصير هنا ايش? الرفع يتحول. الى النصب. طيب. ممتاز. اذا دخلت. ان واخواتها. بيصير الرفع يتحول الى النصب. وهذا يبقى مرفوع. طيب. عندي صور المبتدع. صوره. اسم الاشارة. اسم الموصول. الاسم الموصول. الضمير المتصل. والضماير. المعارف ما انواعها تكون مبتدع. طيب. صور الخبر. اللي هي السادة. يلا. الجملة. الاسمية. او الفعلية. ممتاز. طيب. او شبه الجملة. جار ومجرور. او ظرفية. طيب. متفقيني على هذا الامر? متفقيني. الان بغض الحالات. يتقدم. هاي القاعدة الثابتة. قاعدة ثابتة. يتقدم. الخبر. اللي هو الخبر. على. المبتدع. اللي هو. ايش بدي يكون يا سادي. اسم. ان. او. كان. في. حالة. اذا. 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 كان. المبتدع. نكرة. والخبر. شبه. جملة. حي الله. عشان ما احد يزال. شبه جملة. الظرفية. او جار ومجرور. تمام. الله يرضى عليك يا سادي. الجزء الاخير. اللي هي الكاف والمكفوف. اذا. دخلت ما. الكافة. على. جملة. ان. وكان. فانها تبطل عملها. فانها. تبطل. عملها. وصل الله على سيدنا. محمد. اللي له. اي سؤال. اي استفسار. اتواصل معي. يا سيد الكريم. الله يرضى عملك. ويفتحها. وبجهك. دائما. في خدمتك. ونصت جيو اكاديمي. واخوكم. السيد عبدالله الميناوي. نسأل الله العظيم. ان يتقبل منا. ولا تنسوا. اخواننا في غزة. دائما. وابدا. يعني نحن. الان شارفنا على انتهاء العام الثاني. من المدارس. وهم. لم يذوقوا طعم المدرسة. ولم حتى يرونها. بل انها تقصف. ويريد وعداءنا. ان يقضوا. ضوء على التعليم تحديدا. يتبعونا سياسة التجهيلة. والتجوية. فلذلك. ان هم ايضا بشتغلوا. احنا ايضا بنشتغل. فنسأل الله العظيم. ان تكون. اعمالنا. تكون اعمالنا خالصة. لوجه الكريم. سامحونا ان قصرنا. وسمحونا عشان صوتنا كمان. عشان نتعبنين. الله يرضى عنك. افتحها بوجهك. نلتقي ان شاء الله في الحصص القادمة. استودعكم الله. وفي امان الله جميعا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.